الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين وبعد نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب البيوع مختصر صحيح الإمام البخاري ورحمه الله تعالى فلعلنا أن نقرأ عدداً من أحاديث هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي نسيئة إلى أجل معلوم ورهنه درعاً من حديد وقالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير قول عائشة رضي الله عنها اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً من يهودي فيه جواز التعامل مع اليهود والبيع والشراء وأن الأصل جواز ذلك وفي الحديث البيع نسيئة بحيث يكون هناك أجل محدد المرادوذ بذلك طعام معين مسلم في الحال وثمنه مؤجل إلى أجل معدود وفي هذا دلال على أن البيع إذا كان إلى أجل لا بد أن يحدد هذا الأجل وفي الحديث جواز توثيق الديون والحقوق بالرهن بحيث تجع العين يمكن بيعها في توثيق ذلك الدين إذا لم يقم المدين بالسداد فإنه حينئذ تباع تلك العين ويكون هذا سبباً من أسباب سداد ذلك الدين وفي الحديث تملك الدروع وجواز صنعها من الحديد وفي الحديث أن الإمام الأعظم يمكنه أن يتعامل ويقوم بشراء حوائجه بنفسه وفي الحديث شراء الطعام بثمن مؤجل وفي الحديث من الفوائد جواز اتخاذ الكفيلة فإنه إذا جاز الرهن جاز الكفيلة وفي الحديث أيضاً جواز أن يكون هناك دين ليهودي على مسلم سواء كان بثمن مبيع أو بقرضة وفي الحديث جواز وضع أو رهن السلاح عند اليهودي إذا كان مأموناً وفي الحديث جواز رهن السلاح وأن ذلك من الأمور الجائزة وفي الحديث من الفوائد أن التحريم لا يتعلق بعين المال بل إن التحريم يتعلق بالذمة ولذا فإن الأموال المحرمة على ثلاثة أنواع النوع الأول النوع الأول أموال محرمة لذاتها مثل الخنزير والخمر فهذه لا يجوز التعاطي والتعامل فيها والنوع الثاني أموال محرمة لتعلق حقوق الآخرين بها مثل المسروك والمغصوب ونحو ذلك فهذه لا يجوز أيضاً أن يتصرف فيها إلا بتصرفات من مالكها الأصلي أو إذن منه والنوع الثالث أموال محرمة لكسبها فهذه الأموال لا يتعلق التحريم بذات المال وإنما التحريم يتعلق بأذمة ولذا مثلاً من أخذ مئة ريال بربا فإن التحريم لا يتعلق بذلك المبلغ بعينه وإنما يكون التحريم متعلقاً بأذمة نعم أثابكم الله قال رحمه الله أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاً له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد ولا أصبح صاعبر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة وإنهم لتسعة أبيات قوله مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير فيه جواز أكل الخبز وصنعه وجواز أن يصنع الخبز من الشعير وفيه إهداء الطعام للغير وقوله إهالة سنخة يعني متغيرة يأخذ من شحم الداب شحم الغنم وخصوصاً لإليا ويصنع منه مثل السمن وفي الحديث قبول هدية الطعام كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أيضا الشراء من اليهودي كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعير وفيه أيضا جواز رهن السلاح والدروع وفي الحديث التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء وفي الحديث أن الرجل يجب عليه أن ينفق على أهله ولو كان محتاجا وفي الحديث من الفوائد ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة اليد مع أنه كان يفد إليه من المال الشيء الكثير إلا أنه كان ينفقه في سبل الخير وفي الحديث ذكر شيء من أحوال بيت النبوة قد استدل الإمام البخاري أيضا بهذا الحديث على جواز الرهن في الحضر فإن بعض أهل العلم قيد الرهون بالأسفار على ظاهر آية شورة البقرة والحديث دليل على جواز جعل الرهن في الديون في المعاملات التي تكون في الحضار سأل الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ألقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه في الحديث فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وولايته الخلافة وإمرة المؤمنين وإمامة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من الاكتساب وأن اكتساب الرجل وعمله بيده من الأمور التي تعتاد ولا تنقص من مكانة الرجل شيئا وفي الحديث أن الولايات العامة إذا شغلت القائمة عليها عن الحرفة والاكتساب فرض له من بيت المال ما يقوم بحوائجه وفي الحديث أن صاحب الولاية يتولى التصرف في الأموال العامة بما يحقق الخير والنفع كما كان أبو بكر يفعل ولذا قال وأحترف للمسلمين فيه نعم حسن الله إليكم قال عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده في هذا الحديث فضل نبي الله داود عليه السلام وفيه استحباب اكتصار الإنسان في أكله على ما ينتجه إما بعمله وإما بشرائه وفيه أن الناس يتفاضلون في مآكلهم فليسوا على درجة واحدة في هذا الباب حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده وخفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه الحديث فضل داود عليه السلام ومكانته مع أن له ولاية عامة وكان قائدا لدولته في ذلك الزمان إلا أنه كان يقتصر على الأكل من عمل يده في الحديث فضيلة كسب الرجل وأن الاكتساب أمر مراغب فيه شرعا في الحديث تفضيل اكتصار الإنسان في طعامه على ما يعمله بيده وفي الحديث أن الناس يتفاوتون في طريقة القرآن واستحضاره وفيه أن الله قد يتفضل على بعض عباده فيمكنهم من استحضار آيات القرآن في اللحظات اليسيرة فهذا داود كان يقرأه قبل أن تسرج ودوابه فيفرغ من جميع قراءته قبل ذلك وفي الحديث جواز ركوب الدواب وجواز وضع السرج عليها من أجل أن يمكن أن يجلس عليها وفي الحديث أمر الإنسان لخدمه ومن يعمل عنده بقضاء ما يحتاج إليه من الأعمال كما كان داود يأمر بدوابه فتسرج في الحديث فضيلة السماحة في التعامل مع الآخرين بأن ينقاد الإنسان بما يطلبه إخوانه وفي الحديث أن السماحة في التعامل من أسباب زيادة الكسب وفي الحديث الدعاء بالرحمة لأصحاب الأخلاق الفاضلة وفي الحديث جواز البيع وجواز الشراء وقوله وإذا اكتظى يعني طلب من الآخرين سداد ديونهم أو سداد الديون التي عليهم وفي هذا جواز مطالبة الإنسان بالديون التي له على غيره وفي الحديث أن التعامل بالسهولة من أسباب رحمة الله بالعبد رحمه الله قال أبو مسعود عقبة بن عمر رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال حذيفة إني سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونار فأما التي يرى الناس أنها النار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك منكم فليقع في التي يرى أنها نار فإنه عذب بارد قال وسمعته يقول تلقت الملائكة روح رجل مات ممن كان قبلكم فقال هل عملت من الخير شيئا قال ما أعلم قيل له انظر قال ما أعلم غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأتجوز على الموسر وأخفف عن المعسر وكنت آمر الفتيان أن ينظر ويتجاوز عن الموسر قال فتجاوزوا عنه فغفر له فأدخله الله الجنة قال وسمعته يقول إن رجلا يسيء الظن بعمره حضره الموت فلما يأس من الحياة أوص أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا في يوم حار صائف فذروه في اليم ففعلوا به فجمعه الله فقال له فما حملك على الذي صنعت لما فعلت ذلك قال من خشيتك ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر الله له قال عقبة بن عمر رضي الله عنه أنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا قوله في هذا الحديث قال أبو مسعود هو البدري سمي بذلك لأنه سكن بجوار بدر وإلا فالأكثر على أنه لم يحضر غزوة بدر حذيفة بن اليمان من الصحابة وقد جاء في فضيلته أنه صاحب السر أحاديث قوله ألا تحدثنا يعني أن أبو مسعود طلب من حذيفة وفيه طلب العلم وسؤال من عنده علما يبلغ العلم الذي لديه قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع الدجال إذا خرج مان ونار فيه التحذير من الدجال وهو الذي يخرج آخر الزمان فيدعو الناس إلى عبادة من دون الله وفي الحديث عدم الاغترار بظواهر إلى أشياء الذي مع الدجال ماء ونار فظاهر الماء أنه كذلك ويكون في باطنه نارا وفي الحديث من الفوائد توثق الإنسان في ما يطالعه وما يشاهده وفي الحديث من الفوائد أن الملائكة تقبض أرواح بني آدم وأن هذا يتوافق مع ما جاء في عدد من النصوص من قبض الملائكة فإن قال قائل بأنه قد جاء أن الذي يقبض الأرواح واحد فقيل إنه إذا عبر عن مجموعهم استعمل لفظ الجمع وإذا ذكر رئيسهم استعمل ضمير الإفراد وفي الحديث التحديث عن من سبق من بني إسرائيل وغيرهم وفي الحديث أن الله لا يظلم العباد شيئا وأنه عادل في التعامل معهم وفي الحديث جواز التجارة والبيع مع الآخرين وفي الحديث جواز بيع السلع بثمن مؤجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك التعامل وفي الحديث من الفوائد فضيلة التجاوز عن الأموسرين وفضيلة التخفيف عن المعسرين وأن ذلك من أسباب دفع العذاب عن العبد ومن أسباب عفو الله عنه وفي الحديث جواز التوكيل في البيع والشراء فإن هذا الرجل كان يأمر غلمانه فمعنى أنه كان يوكلهم في هذه التعاملات وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل فلما كان يتجاوز عن الناس تجاوز الله عنه وفي الحديث استحباب طلب العبد لمغفرة الذنوب فإن من غفر الذنوب فاز دنيا وآخرة وفي الحديث من الفوائد أن العبد ينبغي به أن يحسن الظن في ربه جل وعلا وفي الحديث من الفوائد الوصية عند موت الإنسان وقرب أجله وفي الحديث من الفوائد أن بعض الجهالة بالله في صفاته ولو كانت من صفاته التي تعلم من الدين بالضرورة لا يؤدي إلى الحكم على الشخص بالكفر وبدخول النار فإن هذا الرجل جهل عسعة عفو الله سبحانه وتعالى وجهل قدرة الله على أن يعيده وأن يكون بدنه ومع ذلك لما كان عنده من خشية الله ومخافة سبحانه وتعالى ما عنده غفر له ذلك وفي الحديث فضيلة الخوف من الله سبحانه وتعالى وفي الحديث في قوله فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا قوله حتى إذا أكلت لحم يعني إذا كانت النار قد أنهت على اللحم ولم يبقى إلا العظم فأصبح العظم متلونا وأصبح هشا فإنه حينئذ أمرهم أن يطحنوا تلك العظام ثم ينتظرون يوما راحا أي فيه ريح شديدة وهواء كثير في يوم حار صائف نسبة للصيف فذروه يعني خذوا هذا العظم المطحون وفرقوه في الهواء واجعلوه يرسل ذراته في اليم يعني البحر وفي الحديث قدرة الله جل وعلا وفي الحديث دلالة على أن البعث يكون بهذه الأجساد التي عندنا في الدنيا وأنه لا تحدث للناس أجساد جديدة كما قاله طائفة وفي الحديث من الفوائد تحريم نبش القبور بإخراج الأكفان التي يكفن الموت فيها بسم الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل تاجر يدين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوز عنه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه قال فلقي الله فتجاوز عنه في الحديث جوازه التجارة والبيع والشراء في الحديث جوازه الديون والفرق بين الدين والقرض أن القرض أن يأخذ مالا ليرد مثله بعد مدة بينما الدين ثمن مؤجل لسلع حاضرة وفي الحديث امتهان المداينة وعدم الحرج في مثل ذلك وفي الحديث انظار المعسرين في الديون التي يجب عليهم سدادها ولا يكون عندهم قدرة على ذلك وان انظار المعسر عمل صالح يجر العبد عليه وفي الحديث ان الجزاء من جنس العمل فلما تجاوز هذا الرجل عن المعسرين في الديون التي عليهم تجاوز الله جل وعلا عنه وفي الحديث توكيل الانسان لغلمانه بمزاولة اعماله التجارية نيابة عنه على طريق الوكالة وفي الحديث اعطاء الاصيل للوكيل قواعد عامة يسير عليها في تعاملاته وفي الحديث ان الثواب الاخروي مرتبط ب نية ذلك ولذا لما قال الرجل لعل الله ان يتجاوز عنا كان قد اراد الاخرة بهذا العمل وفي الحديث سعة رحمة الله جل وعلا وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير تجاوز الله عنكم ورفع الله درجاتكم وغفر الله ذنوبكم وجعل الله العاقبة لكم دنيا وآخرة كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه الرد الحميد وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم وأن يصلح لهم ذراريهم وأن يبارك لهم في أرزاقهم وأن يغنيهم بفضله وإحسانه كما سأله جل وعلا أن ينشر الأخلاق الفاضلة بين أفراد الأمة وسأله سبحانه أن يوفق أولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح بفضله وإحسانه هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى